تحرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في مجال الغاز لكن يبقى هذا الملف بحاجة إلى إدارة داخلية تلجم الضغطة الخارجية التفاصيل والتحديات التي يواجهها هذا الملف تشاهدونها في سياق هذا التقرير الذي يعده مراسلنا مصطفى الوشا بعد أن اتجهت البوصلة الحكومية نحو الغرب لتحقيق استثمارات غازية قد تكون الفرنسية توتال أبرز الخيارات التي وقع مع العراق للاستثمار في ملف الطاقة ولعدم اتكرار تجربة جولات التراخيص التي تكبد إثراء خسائر كبيرة يصي خبراء بدراسة جميع عيثيات التعاقد نحن مع أي توجه جاد لاستثمار هذا المشروع الذي صال عشرات السنين لديها بهباء منتورة لكن مو سأوها مثل لعبة التراخيص بحيث تجه شركات غير رصينة وغير معروفة تستثمرها وبعدين نتبعها شركات أخرى هذه ما مقبلة نهائيا تعهداتنا تقابل بتحديات بأن يكون العراق بعد خمس سنوات من بين دول المنطقة المصدرة للغاز إذا ما توافرت إرادة داخلية تلجم الضغط الخارجي الذي حال دون إمكانية استثمار الغاز خلال العقدين الماضيين أعتقد أن هذا يدخل فيه من ضمن البرنامج الحكومي للسيد السوداني في جانب الاقتصادي واستخدام الثروات الاقتصادية المعطلة وبالتالي من الممكن أن يفعل إذا ما كان لك إرادة سياسية وطنية حقيقية ونأقصد بالوطنية الحقيقية يعني إرادة عراقية خالصة لإستثمار هكذا موضوع باعتبر أن الدول الجوار تسعى حقيقة لعدم إكمال هذا الموضوع حتى هي تكون مستفادة أكثر من هذا الموضوع وبالتالي نحتاج إلى حقا قرار وطني سياسي شجاع وفي مضمار استقطاب الاستثمار الأجنبي وجهت رئاسة الوزراء مؤخران دعوة إلى الشركات المتخصصة في تشهيد المصافي للعمل داخل العراق وبحسب تقديرات إحصائية فإن استثمار الغاز المصاحب سيوفر بحدود عشرة تريليونات دينار إلى خزينة الدولة فضلا عن زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية مصطفى الوشأ الرابع بغداد